الكلا الكلا من أهم أعضاء جسم الإنسان في العضو المسؤول عن تنقية وتصفية الدم من السموم النتيجة عن عملية الهضم وتمثيل المواد الغذائية وإفرازها مذابة في البول ومن حكمة الله أن الإنسان يستطيع العيش بكلية واحدة تتواجد الكلا عند الإنسان على جانبي العمود الفقري في المنطقة الخلفية من البطن حيث تقع الكلية اليمنى تحت الحجاب الحاجز وخلف الكبد واليسرة أسفل الحجاب الحاجز وخلف الطحال وعادة ما تكون الكلية اليمنى منخفضة أكثر وأصغر بشكل قليل مقارنة باليسرة تشكل الكل في تركيبها بذرة الفاصولية لكن بحجم أكبر حيث يبلغ طولها 12 سنتيمتراً وعرضها 5 سنتيمترات وسمكها سنتيمترين ونصف وتزن كل منها بين مائة وخمسة وعشرين ومائة وسبعين جراماً في الذكور البالغين وفي الإناث تزن ما بين مائة وخمسة عشر ومائة وخمسة وخمسين جراماً وفوق كل كلية توجد غدة كذرية تفرز هرمون الأدرينالين في حالات الطوارئ والخوف الشديد وهرمون الكورتيزول الذي ينظم الأيضة في الجسم أما عن التركيب الداخلي للكلة فتمثل فيما يلي تتكون الكولية من طبقة خارجية تسمى القشرة تحتوي على حوالي مليون من الأوعية الدقيقة المسمى النفرونات تتكون كل نفرونة من محفظة بوما والأنبوب البولي حيث تبدأ النفرونة بتركيب قمعي هو محفظة بوما توجد داخلها كتلة من أوعيات شعيرية دموية أما الأنبوب البولي فيقسم إلى عدد من المناطق المتميزة عن بعضها نسيجيا ووظيفيا وهم كالتالي الأنبوبة الملتفة القريبة عروة هنل الأنبوبة الملتفة البعيدة والأنبوبة الجامعة يطلق مصطلح النخاع على الطبقة الداخلية من الكلة وتكون من تركيب مخروطية تظهر على شكل خطوط دقيقة مستقيمة تسمى أهرامات الكلية وأنابيب صغيرة في حوض الكلية أما بالنسبة للأوعيات الدموية فيصل الدم إلى الكلية عبر شريان كلوي ويغادرها عبر وريد كلوي وفي النهاية ترتبط كل كلية بحالب يعمل على توصيل البول إلى المثانة إلى حين تفريغه من الجسم عبر قناة البول ترجمة نانسي قنقر